وعةدة اتخاذناك أنا معاهي وقت الخلي كمل طيب كملوا بعدها قراصة هؤلاء الناس تبعدوني هم مقاطعة شو في مقاطعين أنا أقول يعني مثل الجزاء الله خير أنا ما اعتبرها مقاطعة أنا اعتبرها تكمنة الحقيقة يعني هم الجزاء الله خير أثروا الموضوع وأبد الله إيه أثر الموضوع وعلى الجزاء الله خير أيضا أثر الموضوع ولو تكلمت ما تكلمت بهالشمولية وهالكمال ماشاء الله ولذلك أنا أقول يعني العطاء والبذل أرد كيف هذه سبحان الله طبيعة إنسانية حتى الكافر يعطي وتصدق ويرتاح نفسيا هو قد لا يحتسب الأجر ما الفرق بيننا وبين الكفار أن المسلم يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما نترجون هذه الفرق وترجون من الله ما نترجون هذه الفرق ولهم يعطون يبذلون هذا ممثل هذا أقرى أرد كيف جان جاكشيان هذا ممثل جاكشان هذا ممثل مشهور في أمريكي هو أصل صيني وأمريكي مثل مع بروسلي ومثل جاكشان هذا الممثل عنده ولد يستخدم مخدرات وعندها أموال طائلة قالها الولد ما يستاهل لأنه أعطيته فلوسي أو ورثته راحت مخدرات تبرع فيها جمعية خيرية سبحان الله شو تكيف هو غير مسلم هو غير مسلم يعني فهذه طبيعة إنسانية فذلك أنا أقول أرجع للموضوعنا الشيطان نحن وإياه في مجاهدة إلى أن نصل متى نصل أن يغفر الله لنا ذلك أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو في غرغرة الموت جاه الشيطان شوف ما يعيس منه جاه الشيطان وهو يغرغر أردت كيف قال لقد فتني أحمد يبغي يزكي نفسه بس يبغي يقول خلاص يعني يعني جاوزنا فتني يعني ما قدرت عليك ما قدرت عليك يبغي يقول خلاص يعني يعني بلغت وزك نفسه والله سبحانه وتعالى ولا تزكي أنفسكم لا تزكي نفسك أردت كيف ولا تضمن أهل العلم عند الله سبحانه وتعالى عرفت فقال فتني يا أحمد شوف هنا يظهر العلم يتجلى العلم سبحان الله والمعرفة بالله والعلم الشرعي قال لا بعد لا بعد ما فتك لا زل إلى الآن الصراع موجود في ذلك الشيطان مداخلك كثيرة كل ما جاك مدخل أرغم الشيطان بطاعة حتى في موضوع الشيطان يعيدكم الفقر في الانفاق أحسنت والله يعدكم مغفرة منه وفضلة أردت كيف والله واسع يعني دائما سبحان الله وما تنفقه من شيء فهو يخلفه يخلفه وش بعدها وهو خير قزقين يا الله يعني هل مثل هذه منيرة هذه اللي ما شاء الله ينفقت على أهلها كلهم يدها رطبة ما شاء الله الكريمة هذه اللي الله يوفقها ويوفق يعني هل هل جميع المسلمين هل هذا يعني توقع أنه يعني يروح أبدا الله سبحانه وتعالى شوف مرة كنت تناقش أنا وأحد كان يستخدم الربا قلت يعني عن الربا وكذا قال بس هذه فلوس فلوس يعني ايش فلوس تشوفها قداما فلوس وسبحان الله فطلع عندي ظهرت عندي قال الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات يعني أنت تشوفه فلوس صحيح بس فيها المحق محق البركة يمحق الجوة من أصل فيها المحق سبحان الله لكن ويربي الصدقات تجد البركة هنا الله أنت في محيط الصدقات أنت في بحر البركة بحر البركة تنفق ينفق الله عليك والله سبحانه وتعالى أيضا أبيّن للنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورة يعني يجي واحد أحيانا تحمس بعض الناس وينفق يقول لا لا شوي شوي يعني لازم يكون حاجة توفرها حاجة أبنائك توفرها أنا قلت بعض العيز منابس العيد حتى لا يدخل الشيطان يقول الله ها لا ضرر ولا ضرر جميل بارك الله فيك